يعترف سجن تظهر عليه علامات الضعف أو آثار التعذيب بجرائمه في مقطع فيديو سجله السجان هل يمكن أن يكون هذا دليلا على إدانته؟ أن تصدر أجهزة أمنية مذكرات قبض وتقوم بنفسها بالقبض والتحقيق والسجن والتعذيب وربما القتل وكل هذا بمعزل عن أجهزة الدولة هل يمكن أن نضمن بعدها حقوق السجناء؟ أن تعلن كتيبة أو قوة ما القبض على متهمين لم تعلم جرائمهم ولا تقوم بفتح تحقيق في جرائم اشتهرت وعرفت خيوطها هل يمكن الوثوق بها مستقبلا؟ أن ترى الجثث في الشوارع ويظهر عليها آثار التعذيب ويصور المجرمون أنفسهم وهم يقومون بالقتل خارج سلطة القضاء والقانون هل يمكن أن يكون هؤلاء جيشا؟ أن يتغاضى الساسة عن بعض التصرفات غير المسؤولة عندما يكون الغرض منها القضاء على خصومهم هل يمكن بناء دولة بمثل هؤلاء أن يعيش البرئ في الخوف؟ وأن يبتلع المواطن لسانه وأن يراجع المدون كل ما كتبه عند أول استقاف مريب في أحد الشوارع يحصل كل هذا عندما تنتشر السجون السرية أو تدعي سجون أخرى شرعيتها في ظل غياب أبسط حقوق السجناء تفعيل القضاء خطوة نحو البناء قال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر